سلام عليكم حبيبي اللي امتابعيني وكل الناس اللي بيشوفوني. النهار ده ان شاء الله هعرض لكم عملته للعيد فيه انشطة جميلة جدا للاطفال وسهل ان انتو تنفزوها. انا عملته بقماش اسمه قماش فلت زي الجوخ بالضبط بس خفيف. اي عيون متحركة حاجات بسيطة جدا وخمياتها تستخدموها ممكن تنفزوها باي حاجة عندكم. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو تعملولي لايك واشتراك في القناة. دي الوجهة بتاعت الكتاب آآ فيها الخروف وهو الجرس متعلق فيه. ودي الالوان موجودة فيه كلها سابتة. نبدأ باسم اللي هو نشوف اول نشاط معنا. ده اول نشاط موجود معنا في الكتاب. هتلاقيه بالضبط للوجهة بتاعته زي ما انتم شايفين. بس الفرقة بينهم من الوجهة سابتة. وهنا ده نشاط الطفل هيستخدمه. النشاط ده اسمه شادوب حازل اكتيفتي. الطفل هيخلق اجزاء الشكل ويرجع يثبتها تاني على الشادو اللي موجود. طبعا الشادو ده سيبت معمول بالمسدس الشامة وفيه هنا سكوتش انا استخدمته علشان الشكل يلزق عليه. وهيرجع تاني الاجزاء بالترتيب عليه. زي ما انتم شايفين كانت تتخلع وتتركب. بلو كالر. ريت كالر. بين كالر. اورنج كالر. يلو كالر. جرين كالر. هيخلقهم ويرجع تاني يحطوا كل حاجة مكانها. تاني نشاط موجود معنا اسمه color matching activity. color matching activity. ده نشاط المهرة البصرية بيساعد الطفل على التركيز والتمييز بين الالوان. مسلا هينسك منهم ويشوف الكالر الموجودة. pink yellow orange ويشوف مكانهم فين ويحطهم عند المكان الصح. زي ما انتم شايفين كده في مكان بتتحط فيه. نشوف واحدة تانية. green purple yellow. يشوف المكان فين ويحطهم. وكزلك باقي الكالر الموجودة. تالت نشاط موجود معنا. اسمه open and close activity. open and close activity. زي ما نشايفين كده عملت milk bottle. وكاو. وده الجزء اللي فوق من الازازة. اي ازازة فاضية عندكم. هتعملوا بالكتر. تشيلوها الجزء اللي فوق اللي بتعمل فيه الغطى. زي ما نشايفين كده وسهلة جدا وتتثبت بمثدس الشام على القميش. هنستخدمها مع اكس او جيم اكتيفيتي. والنشاط ده لتقوية العضلات الدقيقة للاطفال ويزود التركيز والانتباه عندهم. طبعا هنا انا عملت اللونين علشان اكس او جيم اكتيفيتي. براس خروف كده حلوة فيها عيون متحركة. حيحبوها جدا ويلعبوا بيها. عملت براون وعيت. وبالنسبة للاطفال لازم تعرفوا ان اي حاجة فيها الوان كتير وعيون متحركة. هيحبوها جدا وحيستخدموها ويلعبوا بيها. تقصوا خمسة اشكال من البني وخمسة من الابيض. وتثبتوا بمثدس الشامع العيون المتحركة عليهم. وانا عملت النشاطين اصارت بعد عشان يبقى فيه مكان ليهم نشيلهم فيه وما يضعوش من الكتاب. وطبعا هيرجعهم تاني مكانهم ويقفل الغطاء الازيزة. ثمس نشاط بازل اكتيفيتي اسمه بازل اكتيفيتي عن الكعبة المشرفة. اه ده سهل جدا ان انتو تعملوه. اه ومهم جدا للاطفال لان هو بيحسن الذاكرة عندهم وبيطور الخيال والابداع. وهو ما يفكوا لشكله ويرجعوا يرتبوه كل جزء في المكان بتاعه المزبوط. تادس نشاط موجود معينا وده الاخير في الكتاب بتاعنا. اسمه اكتيفيتي. ده نشاط عن الاشكال. اه عملته بطريقة مختلفة زي بيرتز وقفة على الاخصان. اه استقضمت فيه المعراجي الكليبسات. عارفين الكليبس اللي بقى موجود في الهدوم? الكليبسات ديت برضو سبتتها بالشامع على الشكل وعلى الشادو اللي بيتسبت فيه. اه وعملت الدبارة فيها الرجلين. والعيون المتحركة جنب واحد كده من الشكل اللي حطيت فيه العين. اه حيخلعها ويرجع يثبتها تاني ويعمل الكليبس يركبه في بعضه. سكوير. اوبل. تريانجل. ستار. هارت. سيكل. ديت الاشكال اللي موجودة معينا. وده دار الكتاب مكتوب في كلمة عيد الاطحى. استخدمت فيها الفوم الجليتر. بتبقى فيه منه حروف جاهزة. وبرضو تبتها بالمسدس الشمع عشان تبقى ماسكة كويت ومتعاش منه. اه وكل السلام وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة